اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الى النشرة الرئيسية من المركز الاخباري في دمشق لم يلبث محور المقاومة انعقد حاجبي حتى اقلع الطائرات الغرب نحو الشرق حاملة المسؤوليه بقلوبهم المضطربة يسابقون الزمن ليحط رحالهم في عواصم الحلف السوري يستجدون الحلة ويبتلعون مواقفهم السابقة فكاميرون يصل موسكو بعد كاري وفابيوس يخترح وضع جبهة النص على لائحة الارهاب واشتون راضية جدا عن التقارب الامريكي الروسي الذي كان ينتظره الاوروبيون بفارغ الصبر ليعودوا على سكة السياسة التي ما كانوا ليجدوها لو لا هرولة الامريكية باتجاه روسيا والاتفاق على تطبيق جنيف وعقد مؤتمر دولي لحل الازمة السورية التي بات حلها الضامن لبقاء معادلات التوازن في المنطقة والعالم حل لم يتكرم الغربي به على سوريا بل فرضته بندقية الجندي العربي السورية وخطواته المتسارية على الارض وعززه خيارات محور المقاومة في معرض الرد على العدوان الاسرائيلية على سوريا الذي عاد على اصحابه فقلب السحر على الساحر فجعل بيت العنكبوت في مهب رياح المقاومة الاتية من الجولان هذه المرة والتي ظن الاسرائيلية ان الريح قد ضلت طريقه وما عرف ان رياح النصر السورية تخرج من كل شبر من ارضها فتمزق راياته السوداء وترفع عالم سوريا ليعانق علياء السماء نعم هي البندقية وعقدة الحاجبين تغير لغات الغرب ومفرداتها الاستعمارية وتجعل من الكرامة والاباء والعنفوان القاموس الاوحد لاهل القلم واصحاب البندقية وتجعل الانتصار عنوان الزمن الاتي الذي بدأ في جنوب لبنان ويمد يديه اليوم ليعانق هضبة الجولان ولن ينتهي الا باسترداد كامل الحقوق المختصبة فما النصر الا صبر الساعة